بنات كتير بتطلع تعاية وكتير بيقولوا ان بشرتهم اتدمرت بسببه وهقول لكم كمان سبب اللي حصل لاداية ده من المسك في اخر الفيديو هتشوفوا السبب اللي وصل اداية لكده وكمان هنعمل المسك مع بعض ونشوف نتيجته كاملة بالبداية كده صلوا على النبي بالتعليقات واكتبولي بتتابعوني من اي بلاء انا دكتورة شيري من مصر اول حاجة زي ما انتو شايفين كده ده الكركدي الكركدي ده عشبة متوفرة عند العطار هنعمل دلوقتي المسك وهقول لكم التفاصيل وهنشوف اللي حصل لاداية وكل حاجة في اخر الفيديو تابعوا معايا لو انت مهتمة تعرفي اول حاجة كده انا جبت حوالي معلقة من الكركدي وفي كوب زجاجي وهضع عليهم ماء ساخن لو انت حابة تعمليه بمية تكون مسخنة يبقا هتسيبيه قبلها بليلة منقوع في المية طبعا انا علشان الوقت فانا مجهزة كوباية وطبعا عملته بطريقة المية السخنة وسبته لحد ما يبرد تماما وده بقى شكله زي ما انتو شايفين دي الخطوة الاولة الخطوة التانية بقى وهي تحضير المصر اول حاجة كده انا هحتاج معلقة كبيرة من الدي الدي العادي بتاع المغبوزات هضع كمان عليها معلقة من النشا نشأل درم بعد كده هناخد منقوع الكركة دي وهنضع منه جزء بجزء بسيط كده لحد ما يكون قوام عندي كريمي زي قوام المسك العادي بالزبط بعد كده هنخلطهم كويس مع بعض والقوام بيكون بالشكل اللي انتو شايفينه ده بعد التقليب جيدا بقى بالشكل اللي انتو شايفينه ده دلوقتي بقى هنجرب المسك على ادية وهوريكم النتيجة كمان على ادية قبل كمان ما تنشف وقبل ما جفف ادية بعد ما اخسلها على طول هوريكم النتيجة طبعا احنا بنتركه لحد ما ينشف تماما هسيبه لحد ما ينشف تماما وهرجع لكم تاني اوريكم النتيجة زي ما انتو شايفين كده ده يا بنات والله نتيجة المسك انا غسلت ادية بس وزي ما انتم لحظين ادية لسه حتى ما تجففتش طبيض وتفتيح ونعومة حلوة قوي وتوريد خفيف مش عارفة باين عندكم في التصوير او لا طبعا دلوقتي كلكم بتسأله طيب ايه دك ازاي حصل لها كده وايه السبب السبب الحقيقي هو هوس الترند بنات كتير بتطلع للأسف عشان تنجي مشاهدات وتبقى ترند انا حصل لي مشكلة في بشريتي وحاجات كتير من ده زي الترند بتاع ماسك الكركديه ده اللي البنات بتعمله بتجيب اي روج او احمر خدود وابتضعوا بالشكل ده وبتبتدي توزعوا على بشرتها كلها كاملة وتطلع تعايد وتقول انا حصل لي وحصل لي من مسك الكركديه للأسف يا بنات كل ده كزب واشعات ما تصدقوش اي حاجة وحب كمان اقول لكم معلومة مهمة جدا الكركديه ده عشبة طبعية وكلها فوايد للبشرة كمان مناسبة لجميع انواع البشرة حتى البشرة الحساسة زي ما انتو شايفين كده ايديا اللي يشوفها طبعا لو ما شافش الخدعة دي هيفكر ان ايديا حصل لها حاجة من سبب موسك او اي حاجة للأسف هي دي الخدعة وللأسف ناس كتير مش بتراعي دمرها لازم الشخص لاما يقدم حاجة مفيدة وصدقة تفيد الناس لاما من الافضل ما يقدمش حاجة خالص وزي ما انتو شايفين ده الموسك العادي ما بيسبش اي قصر او اي حاجة ولا بيقزي البشرة تماما لو انت لسه مكملة معايا الاخر الفيديو حطي لايك للفيديو وعملوا مشاركات كتير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد والكل يستفي